باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سن منما من غير أمل تصعب باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سن منما من غير أمل تصعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله أقصد كرنت الآن واللي بيقرب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي أسأل الله عز وجل أن تكونوا على خير وعلى نعمة وعلى طاعة وأن يكشف الله عنها وعن بلادنا الداء والوباء والبلاء والغلاء والغباء إنه قريب مجيب الدعاء اللهم صلي وسلم وبارك على سيد كشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيد رسول رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة تغفر بها ذنوبنا وتحفظ بها بلادنا وجيشنا وشرطتنا ورئيس دولتنا وأولادنا وترحم اللهم بها آب أنا وأمهتنا برحمتك يا رب العالمين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم وبعد خوة الإيمان والإسلام ما زالت تلك الرحلة المباركة التي ذكرناها في الإسراء والمعراج تلقي بأضوائها وتلقي ببركاتها وتلقي بكرماتها على من يشاء الله عز وجل أن يفتح له العقل والقلب الحقيقة إحنا قلنا قبل كده ولازم أفكركم بالكلمة دي إنه كلمة معجزة يرد إيه بها إيه ما معنى كلمة معجزة فاكرين إحنا ما تكلمنا عن كلمة معجزة اتكلمنا عن كلمة معجزة قلنا إن كلمة معجزة مقصود بها التعجيز 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 يعني التحدي على أن تأتي بمثلة التحدي دو يكون في الحاجة اللي متشافة ولا الحاجة اللي مش متشافة يعني أنا بتحديك في اللي أنت شايفه ولا أتحديك في حاجة ما أنت شايفها مش ممكن أتحديك في حاجة ما أنت شايفه فإذن الحاجة اللي أنت ما أنت شايفها وما تعرفهاش ما فيهاش تحدي لانه هتتحدى في ايه يعني لا يمكن ان انا اقول لك اتحداك مثلا في سرعة الضوء ما انت شايف سرعة الضوء اقول لك اتحداك اتحداك في معجزة هتحصل في القبر تقول المعجزة فين التعجيز هنا ما انا هكون ميت انا هشوف ايه اقول لك في معجزة اسمها معجزة يوم القيامة لا مش معجزة طبعا يوم القيامة دي احداث دي اسمها احداث احداث عادية احداث عادية بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى يعني المولى سبحانه وتعالى المولى عز وجل اما بيعمل اي شيء سبحانه وتعالى فهو بالنسبة له شيء عادي يعني هو يسموه فيه مضمون القدرة الالهية يعني انما التحدي بقى لو لو اردوا انه يتحداك يتحداك بحاجة انت شايفها زي عصر موسى عاصر موسى عليه السلام قدام السحراء هم بيرموا العصي والسيدنا موسى بيرموا عصايته فالتحدي هنا هنا بيكون فيه المعجزة المعجزة اعمل زيها اعمل زيها القرآن مثلا القرآن معجزة ربنا الفقته بصورة مما نزلنا على عبدنا اعمل زيها فقته بصورة انما ربنا مش بيتحداك بما هو موجود في اللوحة المحفوظ لان اللوحة المحفوظ ما انتش عارفه وايه اللي مكتوب فيه ففين الاعجاز وفين التحدي وفين القهر قهر الغلبة والآية اذا المسألة هنا هي حدث عادي يعني حدث عادي كل يوم ان هو في شأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر كلمة يمكن قلتها لكم قبل كده حقولها لكم تاني الكلمة دي اسمها الاد الاف تحتية همزة دال ايد ايه الاد الاد دي دي تخلي الشيء الهائل للشيء العظيم ولذلك ربنا بيقول في كتابه الكريم واصدق القائلين في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا ادا يعني دنتو عملت حاجة كبيرة عظيمة جدا دنتو عملت بلوة عملت فساد ما بعد فساد مصيبة ما بعدها مصيبة كارثة ما بعدها كارثة اتيتم بعظائم الامور عظيمة اكبر عظيمة من عظائم الامور لقد جئتم شيئا ادا ايه اللي بيحصل من ادا دي يقولك تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهد اندعوا للرحمن ولده يعني انت عرفت ادا دي يعني ايه انت عملت ايه اللي انت عملته ده لا زي ما تقول لي واحد ايه اللي انت عملته ده ايه الكارثة اللي انت عملتها دي ايه المصيبة اللي انت ارتكبتها دي لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات وتنفطرن منه الى اخر الآية الله يبقى ادا هنا معناها عظيم هايل كبير ضخم عشان كده في اخر آية الكرسي بيقول ايه واسع كرسيه السماوات والارضة ولا يؤوده اهي دي جاي من كلمة الفعل بتاعة ايه اد ادى شيء فولا يؤودوا حفظهما الكلمة بتاعتها اد المصدر بتاعة والفعل بتاعتها ادى ايعظم عليه ولا يؤوده حفظهما يؤودوا يعني ايه يعني ولا يعظم ولا يعظم عليه ولا يعظم عليه ولا يعظم عليه اخذ بالك من الكلام اللي في ايه اللي بقولنه لك في ودنك اخذ بالك ولا ادوا حفظهما وهو العلي العظيم فمعنى ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم يعني ولا يعظم عليه حفظهما وهو العلي العظيم حيل وأوي تمام فالمولى سبحانه وتعالى بيفهمك انه كلمة كبيرة يعني الكلمة دي مش سهلة أبدا بقي حال من أحوال فإذا المعجزة يقصد منها ايه حضرت يقصد منها التحدي إنما هل الإسراء والمعراج يقصد منه التحدي الجواب لا أمالي يقصد منه ايه التكريم جبر الخاطر تعظيم شأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إعلام الناس بمنزلة هذا النبي الكريم عند الله عز وجل إذن فارق بين التعجيز والتعظيم فارق بابين التعظيم والتكريم هذه الرحلة كانت تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وجبرا لخاطره يبقى ستبقى حادثة بصبا ما وناش معجزة اسمها حادثة الإسراء والمعراج زي ما بيقولها علماءنا ستبقى حادثة الإسراء والمعراج عنوانا على الجبر خاطر الله لنبيه الله صلى الله عليه وسلم فاصل ونواصل ابقوا معنا يعجبني قوي خصوصية التكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقولها لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وبقوله إيه سبحانه الذي أسرى بعبليه ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنور يهو يعني خد بالك أنه ده موضوع للنبي بس عليه الصلاة والسلام لنور يهو لنور يهو من آيتنا يبقى معنى ذلك أنت لما تشوف بعنيك الآيات الدالة على القدرة بيزداد وبيرسخ إيمانك وكلمة الرؤية هنا أمر على فكرة بيكان بيحرص عليها الأنبياء كلهم يعني أنا أعتقد أن أنت فاكر الكلام اللي قاله سيدنا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم ربي أرني أرني شوف حت دي أرني كيف تحيي الموتة قال ولم تؤمن قال بلا ولكن يطمئن قلبي الرؤية مهمة جدا وبلاحظ أن الرؤية دي كان حرص عليها سيدنا موسى برضو قال ربي أرني أرني أنظر إليك يبقى سيدنا إبراهيم بيقول لربنا أرني كيف تحيي الموتة وسيدنا موسى يقول ربي أرني أنظر إليك طيب يبقى الرؤية هنا مهمة جدا يبقى المولى سبحانه وتعالى استجاب لدعوة موسى وقال له ببيان الحكم ببيان الحكم مش بالرؤية قال لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني واستجاب لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإنه خل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى بعينيه الآية الدلة على هذا الشيء اللي على القدرة قال فاخذ أربعة من الطير فصرهن إليك لحد قال أو لم تؤمن قال بالا ولكن يطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير اللي في صورة البقرة النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب هذا لم يقل المولى لله أرني زي ما عمل سيدنا إبراهيم وزي ما عمل سيدنا موسى إنما المولى سبحانه وتعالى أعطاها للنبي تكرماً بغير طلب من لا لا دي حتة مهمة أوي لازل تفهمها يعني النبي عليه الصلاة والسلام الفارق بينه وبين النبيين إيه فروق كبيرة جداً ليس مثل النبي أحد ليس مثل النبي أحد صلى الله عليه وسلم رايح دماغك إنما من أهم الفروق لازل تعرفها إن النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب وليس بطالب يعني كل اللي الأنبياء التانيين كانوا بيطلبوه كان بيتعمل بيت إيه بيتعمل للنبي من غير طلب منه إيه رأيك وحديك أمثلة عشان حضرتك يطمئن قلبك لهذه القضية أو تلك الفلسفة العجيبة في كرامات النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة الحبيب عند الله تشوف فاكر أنت حضرتك الموضوع تغيير القبلة موضوع تغيير القبلة ده أنت لو تلاحظت حصل إزاي حصل بناء على طلب من النبي لا وما البناء على طلب من إيه من قلب النبي روح النبي راحت للعمل ده النبي بقى نفسه يحصل نفسه مجرد نفسه الخاطر النبوي الكريم الخاطر النبوي عند الكريم الخاطر النبوي الكريم عند الكريم دعوة مجابة فقال له إيه؟ قال له قد نرى تقلب وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا المسجد الحرام ده شيء عجيب أنت لازم تقف يا جماعة لازم تتدبروا آيات القرآن وتشوف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مش حديثة الإسراء والمعرج وخلصنا لا 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 أنت لازم تشوف إيه الفلسفة بتاعتها النبي مطلوب وليس بطالب يعني وعا تفتكر أن النبي قال له يا رب يا رب خدني في رحلة إلى السماوات العلى لأطالع السماوات لا 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 النبي لم يحدث منه ذلك لم يرد في وارع حديث أبدا والآية قالت أن النبي طلب هذا الطلب إذن هذا التكريم ليس بناء على طلب ولكن بناء على قرب على قرب بناء على قرب النبي من الله بناء على جبر خاطر المولى لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يطلب باللسان فشوف تغيير الخبل أقول لك إيه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي أنك قبلة ترضاها يعني معنى كده أن إحنا طبعا بنرض الله بالأوامر إنما في الحقيقة ربنا أعلن في القرآن أن تغيير القبلة كان إرضاءا لرسول الله أما بالنسبة لربنا مش فرقة بالنسبة لربنا إيه؟ مش فرقة مش فرقة إيه؟ لأن ربنا بيقول بالنص كده ولله المشرق والمغرب فأينما توله فإيه؟ فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما توله فثم وجه الله أمان القرآن بيقول لنا ليه تغيير توجه للقبلة إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم يا سلام يا سلام يا سلام بقى لما تشوف هذا الكلام العظمة بتاعة القرآن هو بيتكلم عن هذه القضية فلا نولي أنك قبلة ترضاها تصور حضرتك تخيل 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 أنا بس عاوز أقول ليه أن ربنا سبحانه وتعالى بيعطي النبي ليس استجابة لدعاء النبي فقط إنما بيعطي النبي إرضاءا للنبي إرضاءا يا راجل يا راجل ده فيه كده في الدنيا يا راجل طب كل واحد فينا عنده أزمة بقول له ادعي ليه بيدعي البدعي علشان ربنا يستجيب لدعاك النبي عليه السلام لو مدعاشي مع أنه كان بيدعي صلى الله عليه وسلم إنما ربنا بيصخر القدر والقضاء والحياة إرضاءا للنبي فينه الكلام ده والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة تخير لك ولا سوف يلا ينتك أمل بقى أنا هقول كل حاجة لوحدي ولا سوف يعطيك ربك فترضى بص فترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى يعني معنى كده رضى من الله سبحانه وتعالى عظمه ولا سوف يعطيك ربك فترضى يا سلام على مكان ولا سوف يعطيك ربك فترضى عظمه من الله سبحانه وتعالى عطاء من الله سبحانه وتعالى منحة من الله سبحانه وتعالى كرم من الله سبحانه وتعالى إرضاءا لمن؟ إرضاءا للنبي عليه السلام فنشب اللي سيدنا إبراهيم و سيدنا موسى سيدنا موسى يقوله إيه أرني أنظر إليك سيدنا إبراهيم يقوله أرني كيف تحي الموتة النبي من غير ما يطلب هذا الطلب قال اللي ربنا قال لنورياه من آيتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير إيه رأيك مش حاجة تلفت النظر وتغيير القبلة مش حاجة تلفت النظر فلنولي أنك القبلة تنطردها والعطاء عشان يرضى مش عشان دعاه ما يقولش وأنا سوف يعطيك ربك استجابة لدعائك لا قاله ولا سوف يعطيك ربك فترضى إذن رضى النبي أمر مطلوب ولا مش مطلوب ده مين اللي بيقولك إن رضى النبي أمر مطلوب القرآن ربنا بيكلم عن النبي كده قال الله يعني هو رضى النبي أمر مطلوب يبقى لازم ترضي الله ورسوله يعني لازم تشوف أعمالك دية مطابقة للنبي ولا لا يعني لازم تسأل نفسك النبي راضي عن سلوكك وتصرفتك ولا لا أما تيجي تعمل حاجة من فضلك أنا أنا عاوزة حقول لكم حاجة جريئة جدا أول مرة حتسمعوها على الإعلام على الهوى كده من فضلكم استشيروا النبي قبل ما تعملوا أي حاجة اللهم صلي وصلي مرحبا أظن كلام كده واضح على بلاطة زي بقولوا أنا عاوزك تستشير النبي قبل ما تعمل أي حاجة جاي تنتقم من واحد استشير النبي أنت تغسر حاجة طب واستشير النبي إزاي بص في الأحاديث بص في السنة إيه اللي النبي لما كان يغضب كان يعمل إيه وزي ما بيعمل يعمل ماش يا سيدي صلى الله عليه وسلم أريبك ما بيزوركش تبقى أعمل معهم إيه دور استشير النبي أزورهم ولا مزورهمش يا رسول الله ها مرتك زعلتك ها أضربها ولا اشتمها ولا تخانق معها ولا ترودها ولا تلاها يا رسول الله حيقول لك جوزك زعلتك استشيري رسول الله أصبر عليه وادعيله ولا أنصحه ولا أعمل إيه استشيروا رسول الله استشيروا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا جماعة الخير يحييكم ما تخليش حد يعطلك عن النبي بتاعك ما تخليش حد يعطلك عن حبيبك صلى الله عليه وسلم إحنا قلنا إيه في بداية الحلقة ونكرر تاني النبي بتاعنا سيدنا النبي كان مطلوبا وليس بطالب يعني النبي كان يطلب ولا يطلب اللهم صلي وسلم وبارك عليه النبي كان يقرب وإلا بيطلب القرب النبي طبعا هو كان يطلب القرب واطلب التعاة واطلب المغفرة واطلب الرحمة واطلب الكرم صلى الله عليه وسلم في دعاء لكن القرآن دايما بيقول إنه رضى ربنا على النبي بيسبق طلب النبي إجابة ربنا لدعاء النبي بيسبق طلب النبي شفت فهم المعنى ده وضربنا أمثلة فلا نولي أنك قبلة ضردها ولا سوف يعطيك ربك فترضى لنرياه من آيتنا في حاجة كمان بتثبت إن النبي كان مطلوبا وليس بطالب آه حاجة عجيبة جدا عارف يا مولانا أقول لك إيه شرح الصدر شرح الصدر طلبها سيدنا موسى ولا لأ قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري صح مش سيدنا موسى طلب كده النبي قالها النبي قاله رب شرح لي صدري ما قالش وما قال إيه اللي حصل نزل شرح الصدر على النبي من غير طلب النبي قال تعالى ألم نشرح لك صدرك صلوا عليه فاصل ونواصل نبقوا معنا موسيقى موضوع مهم جدا إنك تعرف مكانة إن حبيب عليه الصلاة والسلام لما أقول لك آه لازم تستشيره أنا على فكرة الكلام ده يا مش جايبه من عندي أنا أنا مقلفه وأنا قاعد على الاستوديو لا ده لفظ القرآن الكريم اسمع اللفظ عشان تبقى فاهم الكلام إيه إيه الكلمة المشورة دي جات إزاي ربنا بيقول فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضه من حولك ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضه من حولك طب أعمل إيه يا رب؟ ده ربنا ده النبي بيسأل قال له فاعفوا عنهم يلا أقولوا معايا من تحفظين قرآن أحسن من أي حد فاعفوا عنهم أدي واحد واستغفر لهم أيوة وإيه يال أكمل لنا ولا تكملوا انتو فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم وشاورهم في الأمر فإذا عزنت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين يبقى ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أصحابه ليحصل منهم على جميل تفكيرهم وعلى جميل كلامهم وعلى جميل آرائهم صح يبقى العكس غير صحيح يعني ربنا حيؤمر النبي يشاور أصحابه ومش حيؤمر الصحابة يشاوره النبي عليه الصلاة والسلام فالمشورة هي أطف العسل شاور الشيء يعني خد العسل كأنما تأخذ أفضل ما في ذهن الإنسان قدامك وشاورهم في الأمر فشوف المعنى أدي معنى وشاورهم في الأمر لازم تستشيروا النبي صلى الله عليه وسلم خلي النبي أنا عاوزك بس إيه خلي النبي هو المثال النموذجي اللي انت ترجع له في أي تصرف وانت مط من محدش تاني من البشر يقدر يعمل دي غير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في مين أسوة وانا اللي آيل ما هو ربنا اللي آيل لقد كان لكم في رسول الله أسواته الحسنة لمن كان واحد يرجو الله اثنين واليوم الآخر ثلاثة وذكر الله كثير تفكر إيه هو ربنا بعت النبي كده عليه الصلاة والسلام عشان يوصل لك القرآن وينتقل إلى ربه وخلصت رسالته حشر الله يا راجل ربنا بعت النبي عشان يكون منهك حياة يا أيها الذين أمانوا استجيبوا لله وليل رسول إذا دعاكم لما إيه يحييكم أنا بقى عاوزك تشوف إيه اللي يحييك إيه اللي في حياتك حتلاقي هو النبي اللي في حياتك هو النبي اللي في سكوتك هو النبي اللي في كلامك هو النبي اللي في علاقتك بالناس هو النبي اللهم صلي على النبي قول يا راجل اللهم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام عرفت المعنى التعاسدنا النبي علشان كده النبي كان يعجبه الرأي الحسن والفقل الحسن والشكل الحسن والبزازة سمعت عن بزازة يعني الشياكة النبي كان بيحب الشياكة النبي بيقول كده عليه السلام بقول البزازة من الإيمان هدية ليكم هون هدية شفت بقى وقيل الحصن الخلق لا بس هي الشكل بدليل الآية ربنا بيقول يا بني آدم اسطروا عردكم عند كل مسجد لا طب نشوف تاني يا بني آدم البسوا خيش البسوا خيش انتوا راجحوا حين مسجد لا والله ما قال كده قال يا بني آدم البس اي حاجة وتعالى عند كل مسجد لا والله الله 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 يا عم الشيخ طب دقى وبص وراجع ما تقروا القرآن صح الله ما تقروا القرآن صح اما شكلنا عامل كده ليه الناس بعضهم ما بيهتمش بشكله ولا بشيكته ولا بانقته انا عاوزك بايه عارف يعني ايه لازم تكون شكلك يقولوا عليك فولان بايه لأ تقول يا اخي اني اكرمكم عند الله اتقاكم يقول اقول لك ده عند الله انما عند الناس لابد تحتفظ بشكلك وبشيكتك يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد الزينة هي مزاد على الاصل وبنصح الشيوخ كده ما تخليش حد يرثى لك ما تخليش حد يبصلك نظرة عطف بحذر الشيوخ والدعاء ما تخليش حد يخلي الناس تنظر لك نظرة توقير واحترام مش نظرة عطف وشفقة يطلع هدومه كرمشة ودوافره طويلة واثنانه مش ملعبكة ومعموش مش لا ما ينفعش كلام ده لازم تكون اشيك واحد وانزه واحد خذوا زينتكم عند كل مسجد ما تعطيش الدانية من الامر علشان كده شوف كرامة النبي عليه السلام يطلب ولا يطلب ولا سوف يعطيك ربك فترض فلنولي انك قبلة ترضاها لنريه من آياتنا كل ده السيدة النبي يا راجل ده سيدنا آدم يقول له قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يبقى سيدنا آدم كان طالب ايه المغفرة من الله النبي من غير ما يطلب يعني قبل ما يطلب قبل ما يطلب عشان النبي كان بيطلب طبعا في الدعاء إنما قبل ما يطلب قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر سيدنا موسى يقول له رب شرح لي صدري النبي ربنا يقول له ايه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك شفت ازاي تصور حضرتك كل الانبياء كانوا بيطلبوا رفعة الأجور وربنا يقول له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقاما محمودا ما كانتوا كده فرحلة إسراء والمعراج دي رحلة تكريمية خاصة لمين؟ لسيدنا النبي إنما اللي حيؤمن بها مين؟ أتباع النبي بس من كرامة هذه الرحلة أو الحادثة الجميلة العظيمة أنها تقوم بفرز المجتمع الناس المتشككة الناس المتزبزبة الناس المتفلسفة اللي ربنا ابتلانا بيهم اللي مليين كل حتة اللي بيطلعوا من تحت دوافرك دولة ربنا فرزهم فرز اتعرف وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت لك كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم يا صلاة النبي يا أتباع النبي يا صلاة النبي يا أتباع النبي النبي عليه الصلاة والسلام حيبهي بكم يوم القيامة فيا أتباع النبي قولوا معايا يا صلاة النبي على أتباع النبي اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا مجبور الخاطر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حشرنا تحت لوائه يوم لا لواء إلا لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها أبدا وجازه خيرا ما جزيت نبيا عن أمتي ورسولا عن قومه ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة حتى توردنا مدخلة صلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة